السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايبي بدنا نوخذ مع بعض الصفحة هاي اليوم ان شاء الله طبعا والتمدينات يلي تابعين لدرس الكسر بوصفه جزء من المجموعة يلي تكلياتنا نكتب التاريخ واليوم التاريخ 12 هيدعش 2020 ميلادي طبعا اليوم الخميس اعطيكم بس ملاحظة هون مكتوب اللي ارسم دائرة حول الناتج فيما يأتي ما انه حكالي في ناتج معناها في مسألة معناها في مسألة لحظة انا عندي هون هاي الكتابة للكسر شو معنات هاي الكتابة هذا معناته سؤالي الثالث نص الثمانية هون مطلوب مني اعرف نصف الثمانية نصف الثمانية تمام يا ثالث فهذا سؤال هاد سؤال مطلوب اعرف نصف الثمانية اقرؤوها وراي نصف الثمانية نصف الثمانية هون مطلوب مني اعرف ربع الاثناش إلى اتناش ربع إلى اتناش ربع إلى اتناش هون مطلوب مني أعرف ثلث الثلاث تمام يا ثالث إذن هون سؤال أنا مطلوب مني أول إشي أعرف نصف الثمانية نصف الثمانية طيب كيف بدي أعرف نصف الثمانية لاحظوا الثمانية عدد كامل الثمانية عدد كامل ما فيه كسور الثمانية عدد كامل وما فيش فيه كسور ليش لأنها يا ثمانية فيش لا إلا لا بسط ولا مقام إذن هو عدد كامل يا ثالث تمام إذن الثمانية عدد كامل أنا مطلوب هاي هم الثمانية هاي هم ثمن أشكال كاملات أنا مطلوب مني هون أعرف نص الثمانية قديش نص هذول قديش باجي بتطلع يا ثالث على مقام الكسر الموجود المقام اثنين باخت كل اثنين بمجموعة هاي اثنين بمجموعة وهي اثنين بمجموعة وهي اثنين بمجموعة وهي اثنين بمجموعة كملت زي ما هو بالمقام اثنين حطيت كل اثنين بمجموعة لحال الآن مطلوب مني بالبسط واحد من اثنين من كل اثنين بشيل وحدة ها واحد 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 الآن بقدر اطلع الناتج مطلوب مني اعرف النصف الثمانية بعد المشطوبين قديش واحد اثنين ثلاث اربعة اذا النصف الثمانية اربعة نصف الثمانية يساوي اربعة خلينا ناخد مثال جديد مشان يصير اوضح الآن عندي ربع الاثناش ربع الاثناش كم يساوي هسا الاثناش عدد كامل عدد كامل فيش فيه كسور انا مطلوب مني اعرف ربعه اول حركة بتطلع على المقام كم؟ اربعة المقام اربعة باجي باخذ مجموعات كل مجموعة فيها اربع عناصر كل مجموعة فيها اربع عناصر بعيد كل اربع وبحطهم مع بعض واحد اثنين ثلاث ما في اربعة تحتهم مش معقول اجي اخذ هاي واخذ معها وحدة من فوق فبرد اعيد افقي واحد اثنين ثلاث اربعة برافو هيك زبطت هاي مجموعة واحد اثنين ثلاث اربعة هاي مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث اربعة هاي مجموعة ثالثة الان بحكيلي واحد من اربعة من كل اربعة اشطب واحد اي واحد اي واحد الان المشطوبين هم من ناتج واحد اثنين ثلاث يساوي ثلاث اذا الربع الاثناش يساوي ثلاث وربع الاثناش يساوي ثلاث كيف عرفنا طلعت على المقام المقام اربعة باخذ كل اربع اشكال كاملة بمجموعة وحدة كل اربع اشكال بمجموعة كل اربع اشكال بمجموعة بعدين بتطلع على البسط البسط قدي فيه واحد من كل اربعة بشيل وحدة من كل مجموعة بشيل وحدة من كل مجموعة بشيل وحدة والمشطوبين هم من ناتج الان هون مطلوب مني اعرف ثلث الثلاث ثلث الثلاث ثلث الثلاث طب انا عندي هون الثلاث عدد كامل ما في قسور طلعوا أنا عندي أصلا بس ثلاث واحد اثنين ثلاث هو مطلوب عندي من كل ثلاث إنشيل وحدة من كل ثلاث إنشيل وحدة لأنه هون هم مجموعة وحدة المقام ثلاث هاي واحد اثنين ثلاث هاي مجموعة فهم مجموعة وحدة يا ثالث الآن بتطلع قدي البسط واحد بحذف وحدة قديش تلث الثلاث طلع بس المحذوف قديش ثلث الثلاث أحسنتم ثلث الثلاث يساوي واحد تمام يا ثالث طيب خلينا نشوف هون مع محمد ثلاث كرات حمراء معا ثلاث كرات حمراء وسبع كرات زرقاء إذن معا ثلاث حمر وسبع زرق ما الكسر الذي يمثل عدد الكرات الحمراء من الكرات كلها الكرات كلها الآن هو معا ثلاث حمراء وسبع زرقاء أنا بدي عدد الكرات الحمراء منهم كلها من الزرق والحمر شو بعملي يا ثالث برافو عليك يا سيف بجمع الكرات الحمراء مع الكرات الزرقاء بيطلع عندي العدد كامل فبقول ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة الآن أنا بدي عدد الكرات الحمراء من الكل الكل عشرة برسم خط الكسر وبحط عدد الكل في المقام اللي هو عشرة هنا العدد كامل يعني عددهم كلهم وقدش عدد الكرات الحمراء أحسنتم أنا عندي ثلاث كرات حمراء من عشرة طب قدي عدد الكرات الزرقاء سبعة من عشرة أنا عندي سبع كرات زرقاء من عشرة أعرفتوا يا ثالث شو عملت؟ جمعت الكرات الحمراء والزرقاء مع بعض حطيتهم هم بالمقام لأنه بدي العدد كامل تمام يا ثالث طيب نيجي لهون الآن هذا السؤال حلو وتابع للتدريب اللي فوق مع وفاء عشرين دينار وفاء معها عشرون دينار لاحظوا لحد الآن فيش فيه نكسور بالعشرين دفعت ربعها ثمن دمية ربعها هاي الربع دفعت ربعهم ثمن دمية كم دينارا دفعت؟ الآن أنا مطلوب مني شو يا ثالث أعرف قديش هي دفعت؟ هي دفعت الربع طب مش مطلوب مني أحكي إنه دفعت الربع مهم ما قايلين لي مطلوب مني أعرف بالمصاري هي قد دفعت فإذن بقول أنا مطلوب مني أعرف ربع العشرين دينار مطلوب مني أعرف ربع العشرين دينار لأنهم هم ثمن الدمية ربع العشرين دينار هم ثمن الدمية طيب ما عندي رسم شو بعمل؟ إحنا هون حلينا عن رسم أنا هون ما عنديش رسمات طيب شو بعمل؟ طيب بهيك حالة لما يكون عندي هيك هذا السؤال وما عندي رسمة باجي أنا وبرسم مربع زي هيك يا ثالث أو مستطيل زي ما أنتوا شايفين وبرسم دوائر برسم دوائر صغيرة على عدد شو؟ برافو على العدد كامل على العدد الموجود عندي كامل العدد الصحيح هذا كامل أنا بدي أعرف ربع العشرين فأنا بدي أرسم عشرين دائرة عدوا معي واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش ناش ثلاثتاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين هيا عشرين دائرة الآن باجي بتطلع على المقام قدي المقام فيه فيه أربعة بأخذ كل أربعة بمجموعة اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي اربعة أنا عندي لحد الآن خمس مجموعات طبعا أنا هسا قدرت أني أطلع الناتج مباشرة الآن واحد من أربعة من كل أربعة أشطب واحد اي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة الآن بشطب عفوا بعد المشطوبين هم الناتج واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اذا ربع العشرين يساوي خمسة اذا هي دفعت خمسة دنانير ثمن اللعبة هي دفعت خمسة دنانير ثمن للعبة انتبهتوا يا ثالث كيف حليت المسألة ما عندي رسم رسمت أنا دوائر وبعدين قسمت عقد المقام وحذفت من المجموعات عقد البسط والآن يا ثالث ننتقل ل تمارين ومسائل اللي تابعين للدرس الآن مطلوب مني ألون الصورة وفقا للكسر الماطة الآن أنا مطلوب مني ألون النصف النصف لاحظوا عندي هون اثنين المقام فيه اثنين طبعا هو لأصل أنها تكون صيغة السؤال غير هيك ولكن بما أنه هيك عاملينينا صيغة السؤال بدنا نمشي على السؤال هات الآن هون مطلوب مني النصف يعني من كل اثنين لون وحدة من كل اثنين لون وحدة باجي أنا بعد واحد اثنين بلون هاي واحد اثنين بلون هاي ليش؟ المقام عندي اثنين والبسط عندي واحد خلينا نعد المجموعة اللي عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة أنا عندي هون خمسة طب هو قايل اللي خمسة يعني من كل خمسة يعني من الخمسة شيل شو واحد برافو بلون على قد البسط بلون على قد البسط أنا عندي هون خمسة قداش بدي أخذ منهم واحد فبلون هاي بلون هاي الآن أنا عندي هون ثلثان ثلثان يعني من كل ثلاث لونه اثنين اثنين من ثلاث اثنين من ثلاث هاي ثلاث بلون هاي وهاي هاي ثلاث بلون هاي وهاي هاي ثلاث بلون هاي وهاي تمام يا ثالث هذور عليكم انتوا بتلونوهم عرفتوا كيف أنا حليت المقام هو عدد الأجزاء كاملة بواخذ من المقام البسط من كل ثلاث بشيل اثنين هون من كل خمسة بشيل واحد هون من كل اثنين بشيل واحد الآن يا ثالث بيظل عندي هاي الأسئلة هاي الأسئلة إن شاء الله رايحين نحلها يوم الأحد مع درسنا الجديد والآن يا ثالث يا ريت لو الكل فاتحلي على صفحة 23 بالدوسية هذا التمرين أو هاي التمرين تابع على هذا التدريب يا ثالث الآن مطلوب مني جد ناتج ما يلي ثلثين التسعة ثلثين التسعة هذولا تسعة الآن أنا بتطلع المقام قديش فيه ثلاث بأخذ كل ثلاث بمجموعة كل ثلاث بمجموعة الآن من كل ثلاث شو بأخذ أحسنتم اثنين من كل ثلاث بشطب اثنين من كل ثلاث بشطب اثنين قديش طلعوا المشطوبين واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ستة إذن ثلثين التسعة يساوي ستة ثلثين التسعة يساوي ستة هون ما أطلوب مني أعرف أربع أخماس العشرين بتطلع على المقام قديش خمسة بقسم مجموعة واحد اثنين ثلاث أربعة بزبط ما بزبط برجع بالعرض واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة وبكمل مجموعاتي زي هيك بعدين بحذف على قد البسط هاي الصفحة هي عبارة عن واجب منزلي اليوم اثناش اثناش الخميس يعطيكم العافية يا ثالث